واحدة جزامات لها عدة 14 ايام او وضع الحمل فهل في فترة العدة للارمالة دي اسمها ارمال هل في فترة العدة لهذه المرأة الارمالة انها يجب عليها تبقى في بيت جزها اللي ماد ده تعيش في بيت الزوجية مد في العدة ما تخرجش ولا ممكن تخرج حيث شاءت وتبيته حيث شاءت والممنوع عليها فقط الزواج ممنوع عليها الخطبة الصريحة والزواج تعالوا نشوف الآية القرآنية المنطق قبل ما لكم الآية القرآنية المنطق يقول يبتوع النسخ يلي انتو بتقولوا بالنسخ الآية اللاحقة الآية هي اللاحقة تنسخ الآية السابقة ولا الآية السابقة تنسخ الآية اللاحقة القديم السابق وفوتنا وفوتنا وجات آية بعدها الآية الجديدة دي تنسخ اللاحقة تنسخ اللاحقة تنسخ اللاحقة لكن لما تجيب لي آية وبعدها بست آيات تقوم تقول لي الآية دي تقراها وهي التي ستنسخ الآية التي ستأتي بها ست آيات أي منطق يقول كده تعال شوف الآية بتقول ليه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عايزنا حكي الآية بتقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج لهم متاع المتاع ده سكنة ما تخرجهم شي من حق السكنة لمدة سنة تاكل وتشرب لمدة سنة حاول فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن معروف فين وجه الدلاء بقى فإن خرجنا فلا جناح عليكم يعني المرأة اللي متعنها جزه ممكن تخرج ولا حرج تخرج مش للشغل تخرج لزيارة جيرانها تخرج للفصحة الحلال تخرج للسفر الحلال حقها حقها بنص الآية بنص الآية عجيب إن آية بتقول كده أيها آية بتقول كده هتكذبوا الآية اللي قال الكلام ده مين بقى عشرين في المية من الفقهاء مرة تانية مين قال كده عشرين في المية من الفقهاء مين دول خد من الصحابة سيدنا عبد أبي طالب عبد الله بن عباس جابر بن عبد الله ستين عائشة أم المؤمنين بالله عليكم الأسماء اللي أنا ذكرتها دي في اسم منها يمطعم فيه مرة تانية مين قال إن المرأة التي مات عنها زوجها تبيت حيث شاءت وتسافر حيث شاءت وتخرج حيث شاءت طالما كان في الحلال المهم ألا تخطب بصفة رسمية وألا تتزوج في مدف العدة استدلالا بهذه الآية فإن خرجنا فلا جناح عليكم مين قال كده أربع من كبار الصحابة منهم أم المؤمن عائشة منهم ابن عم سيدنا نبي سيدنا على ابن نبي طالب اللي كلكم بتقولوا بتلقائية كرم الله وجهها وحفظين الحديث أنا العلم وعليهم بابها أنا مينة العلم وعليهم بابها يعني سيدنا علي أنتوا حفظين إنه باب مينة العلم قال هذا الرأي ومين كمان عبد الله بن عباس اللي انتوا حفظين إنه حبر الأمة وسيدنا نبي دعا ربنا أن يعلمه التأويل ومين كمان جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي هو أبوه صحابي وسشهد في أحد أدى أربعة من كبار الصحابة خد كمان بقى من التابعين سيدنا الحسن البصري عروة عطاء ابن أبي رباح عدد كبير من التابعين قالوا إن المرأة التي مات عنها زوجها تبيته حيث شاءت وتسافر حيث شاءت المهم أن لا تخطب صفة رسمية ولا تزوج الآية بتقول فإن خرجنا فلا جناح عليكم جي المذهب الظاهري بعد كده من أول إمامي الأول داود بن علي اللي تولد بمتين واثنين بمتين وسبعين هجرية وإمامه التاني اللي جدد المذهب ابن حزم الظاهري اللي تولد 384 هجرية ومات 456 هجرية يعني المذهب الظاهري لو قلنا المذهب 5 دا مذهب كامل هو خمس الدين أو خمس الفق عشرين في المية مع الصحابة اللي احنا ذكرناهم ومع التابعين اللي احنا ذكرناهم وغيرهم قالوا الآية دي محكمة فإن خرجنا فلا جناح عليكم مين يقول المرأة التي مات عنها زوجها هتتحبس بيتها كده ما تخرجش الآية اللي بتقول بمنع خرجهم دا خاصة بالمرأة المطلقة الرجعية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاعش مبينة دا خاصة بالمطلقة الرجعية أما التي مات عنها زوجها فلا نص قرآن يهوه فإن خرجنا فلا جناح عليكم إيه رأيكم إن 80% من الفقهاء قالوا لا الآن دي منسوخة مش كلها منسوخ ما إيه المنسوخ الجملة دي فإن خرجنا فلا جناح عليكم الجملة دي منسوخة مين نسخة قال لنا سخة الآية اللي ذكرناها الآن في سورة الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن عجيب الآية في سورة الطلاق جاية لمطلقة طلاق رجعي إيه اللي جاب آية سورة الطلاق في الطلاق الرجعي لآية سورة البقرة في المرأة التي مات عنها زوجها ونص صريح بتقول فلا جناح عليكم فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا المعروف إذن قالوا الزي دي تنسخ دي قالوا خلاص اللي ينسخ الآية اللي قبله بستة آيات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا بأنفسهن أربعة أشرين وعشرة طيب دي جاية في العدة العدة أربعة شوشة طيام قال ما هي نسخت الحول طب ما احنا هنا فقلنا الحول مش عدة ده الحول متعة متاعن الحول مش متاعن إلى عدة فقالوا أصل كان العدة سنة ونسخت للأربعة شوشة طيام يا جماعة لا بنتكلمش في العدة بنتكلم في إيه بنتكلم في خروج المرأة التي مات عنها زوجها تخرج ولا ما تخرجش الآية بتقول فإن خرجنا فلا جناح عليكم قالوا خلاص اللي نسخ الآية دي حديث رواه الإيمان مالك في المواطأ اسمه حديث الفريعة بنت مالك الفريعة دي أخت أبو سعيد الخدري ما هو أبو سعيد ابن مالك برضو أخته شئته الفريعة بنت مالك كان لها زوج خرج في طلب أعبد له أتلوه فراح دي سيدنا النبي يا رسول الله زوجي مات أو قتل ولم يترك لي سكن ولا نفقة فتأسن لي أن أمكس في بيت أهلي بني خدر في قبلتي فأذن لها ثم سدعها وقال لها ماذا قلتي فأعدت ما قالت فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله يعني كملي فترة العدة بتاعتك في بيتك لحد لما تنتهي مدة العدة قالوا هذا دليل على إيه على إن المرأة التي متواترة تنسخ برواية وردت في موطة الإيام مالك وأهل الحديث اختلفوا في مدى صحتها هذه الرواية فيها مقال ليست قطعية وليست صحيحة باتفاق تخلوا الرواية اللي في سردها مقال ناسخة ولاغية لمقطع في آية قرآنية كل ده علشان تخلوا الست ما تخرجش من بيتها مدة العدة طب جربوها أنت كده يا رجالة لما تتحبس لمدة شهر ولا مدة أسبوع ممنوع تخرج من بيتك يعني فإن خرجنا فلا جناح عليكم تلغوها ربنا يفتح وإنتوا تقفلهم قالوا الرواية أفلت عرف الخطاب الديني يقنعك يا مشاهد يا كريم إن الرواية في سادها مقال تخلي قلبك يموت أمام آية قرآنية ما تطبقهاش شفتوا الخطاب الديني جرأكوا إزاي على كتاب ربنا رواية حديث الفراعة بنت مالك تعالوا شوف الام ابن حزم الظاهري بيقول إيه بيقول الرواية دي على فكرة جاية تخدم الفراعة بنت مالك لأنها خايفة إنها تعيش في بيت جزها اللي مات أو قتل وخاصة إنه ما تطلقش لا سكن ولا نفقة وما فيش إنجاب ما فيش أولاد فسيدنا النبي إزاي من يكون نصحها علشان تعد وتاخد حقه في الميراس بدل ما أهله أهل زوجها يعني يحرموها من الميراس روح ودي ده حقك فبينصحها ولم يأمرها فاعتبر المذهب الظاهري حديث الفراعة بنت مالك نصيحة وبيان لحق مش أمر وقهر المرأة ترجمة نانسي قنقر